والنهاردة هتنطلق منافسات الجولة رقم 6 من البريمير ليج أو الدورة الإنجليزية في الموسم الجديد ده طبعا بعد إغلاق سوء الانتقالات الصيفية في أوروبا فيه كلام كثير جدا عن المنافسة في الدورة الإنجليزية في ظل صدارة أرسنل منتصاراته المتتالية كمان تقلق منتشاستر سيتي وتعطنم والأداء الباهت للأسف لليفر بول وتشلسي خلينا نروح مع حضراتكم كده لقراءة وافية عن الجولات الستة الأولى من البريمير ليج وكمان نتكلم عن آخر الاستعدادات للموسم الجديد من الدورة المصري وكمان أبرز الصفقات اللي هتعلن عن الأندية في الفترة اللي جاية كل ده هنستعرضه دلوقتي مع ضيفة النوارنا في الستوديو محمد جمال الناقد الرياضي سباح الخير محمد نوارنا سباح الخير أخبار كتير قوي في حاجة كتير قوي نتكلم عني بس هبدأ معاك كده في البداية من البريمير ليج الدورة الإنجليزية صدارة أرسنل خلينا نقول مفاجأة شوية ولكن أرسنل حد ما نفسه مش طويل ليفربول تراجع إلى حد كبير مان سيتي جاي بقوة شايف كده يعني حتى الآن البريمير ليج شايف أنه فعلا مفاجأ ولا شايف أنه هو ماشي حسب التوقعات بصي على الرغم من مرور الخمس جولات بس ويمكن الناس شافت مستوى مختلف من منشستر سيتي السنة دي من أرسنل بردو على الرغم من خمس مباريات ما كانش من المتوقع أن أرسنل تفوس بالخمس مباراته يبقى عندها 15 نقطة في الصدارة ولكن يمكن لو تكلمنا عن أرسنل فمايكل أرتيتا حاطت خطة كويسة عملت صفاقات كويسة في بداية السيزون من منشستر سيتي بالتعاقب مع زينشينكو أو حتى مع جابريل كيسوس سبكة الأبرز في فريق أرسنل للسنة دي يمكن كمان ظهور العقيبة زي مرتينيلي بشكل كويس جدا ساكة بشكل كويس مدافعين كمان صليبة وجابريال بشكل كويس في أرسنل كالت بقت عندها الكدرة على التواجد أنا من وجهة نظري أن هدف أرتيتا حتى المدير الفني لأرسنل هو التواجد في المربع الزهبي والوصول لدوري أبطال أوروبا والعودة من جديد السنة الجاية مش هدفه البطولة طبعا لو جات البطولة هتبقى شيء كويس جدا لكن أتوقع أنه عارف كويس أول أنه مش هيكمل الـ 34 مباراة بنفس الأسلوب الناحية الثانية يمكن السيتي هو اللي يمكن الفريق المحافظ على مستوية هو بطل البريمير ليجي الموسم الماضي بفريق نقطة عن ليفر بول السنة دي متصدر الجدول عنده يعني أفضل صفقة وهو إيرلينج هالن تسع هدف خمس مباريات مدعم كمان صفوفه من خط الدفاع وخط الوسط بشكل مميز جدا يمكن ليفر بول هو اللي فاجئنا شوية يمكن بدأ الموسم بفوزه بالاقب بالدرعة الخيرية على حساب منشستر سيتي بهدف كمان كان موجود نونيز بشكل كويس كان صلاح كمان ضربة جزاء كان بشكل كويس جدا قلنا أن ليفر بول هتبدأ الموسم بشكل كويس بدأه بطولة يعتبر بطولة زي سوبر كده عندنا بس يعني الإصابات وراء تراجعوا على ليفر بول عدم التعاقد مع صفقات قوية كمان قالت أنه بقى يعني فيه جاب كبير جدا بالليفر بول والسيتي محتاجة ليفر بول هنا يتخد وقت أكبر من عدد من المباراة عشان ترجع تاني لمستواها يمكن بقية الفرق ما فيهاش مفاجآت أكتر من فولهم شوية فولهم كمان مفاجأة السنة دي بشكل كويس عنده متروفيتش محافظ على مستواها يعني إيفرتون سيئاً النهاردة هتلعب ليفر بول عدد بقت شيلسي وتطنهام برضو لسه مستواهم ما دناشي الإحاق اللي كانوا هينفسوا به في بداية الموسم ولونيتد برضو مش أبرز حاجة فيمكن الموسم داي ممكن ما ظهرش غير سيتي سوم وأرسن طيب محمد يمكن المركات خلاص أغلق شايف مين أكتر نادي استفاد من سوق التنقلات في الموسم دات أحديدا بص لو هنقسم شوية التنقلات هنقول في بداية الموسم استفاد طبعا منشستر سيتي بالتعاقد مع العيب زي إيرلينج هالند العيب كانت مكاناته مميزة جدا وظهرة جدا في بروس دورتون ناحية الثانية بعد غلق سوق الانتقلات ده أو بالضبط 31 أغسطس أو 30 أغسطس يمكن أفضل نادي عمل صفكات كان منشستر رونايتد منشستر رونايتد تتعاقد مع صفكتين يمكن كلفوه ملان كبير جدا سواء أنتوني لعب آيكسا بسردام ب85 مليون يورو ثم التعاقد مع كاسيميرو من ريال مدريد وطبع لعيب الوسط المعروف للعالم كله ب70 مليون يورو يمكن دول الصفكتين هيكونوا مميزين خلال الفترة الجاية لمنشستر رونايتد يمكن برضو كان كريسيان رونالدو كان على سوق الانتقالات أنه ممكن يرحل أو ما يعودش في منشستر ولكن خلاص تم بقاءه في منشستر برضو من الفرق اللي عملت صفكات كانت فريق تشيلسي يعني كوكوريل بك شمال وكمان فوفانا اللي موجود في خط الدفاع أوبا ميانجا كمان اللي رجع تاني للدورة الإنجليزة عبر بوابيت تشيلسي من برشلونا فأعتقد يمكن يونايتد ثم تشيلسي هم أفضل ناديين عملوا صفكات ليفر بول يعني أعرف لو قالك إيه ألحق كده المريكات وأنا الدنيا كده 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 بايزة عندي فوست الملعب وأجاب أرتور ميالو طبعا من يوفينتوس هو العيب كان في برشلونا ثم راح يوفينتوس حالا سبيل له عرب ما ظهرش في شكل بايز شايف ده هيكون إضافة ليه؟ بص أي لعيب يدخل تحت وكيادة يورجين كلوب يقدر يرجعه تاني للشكل الأمصر ولكن يعني كنا قبل لها أقول لك أن ليفر بول أو يورجين كلوب دايما من مدرسة أو من سياسة مخليها نجح في ليفر بول ونجح مع إدارة النادي لها مش من الصرف قوي ما بتحبش تصرف كتير هو أنه يخرج لعيبة من الشباب اللي عندهم في النادي تقدر أنها تبع بعد كده لعيبة مميزة أيوه سينا شايفين برضو ليفر بول دلوقتي مش في أفضل حالاته ويمكن حتى محمد صلاح يعني فيه جدل داير أنه مش في أفضل حالاته بصي محمد صلاح متأثر شوية متأثر أكيد أن وسط الملعب مش ميديله الإمكانيات المميزة كان للسنوات اللي فاتت كان بيبقى صلاح ومانيه دلوقتي يبقى صلاح لوحده لأن لويس دياز مش هو مانيه خدمت تفين على هذا وليفر بول ما جابش الصفقة اللي ممكن تعود رحيل ساد يومانين حد دلوقتي في الهوبل الشمال ساد يومانين كان بيعمل قوة كبيرة جدا كمان مع مهاجم زور بورتو فرمينيو بيفضل مساحات للاتنين فبقى صعب جدا على أي دفع قسمه أنه يدفع قدام صلاح وقدام مانيه دلوقتي صلاح أصبح لوحده وسط الملعب كمان كان دايما بيبقى فيه في لعبة فليفر بول بصير يعني بيبص الكرة بشكل أسرع دلوقتي مش موجود غير هندرسن وميلنر والاتنين كسروا سن 35 سنة فطبعا إمكانيات أنه هم يقدروا يطلعوا الكرة لمحمد صلاح ده صعب شوية فبيقدر أنه دلوقتي كلوب يدي هيرفي إليوت لعيب صغير في السن يدي كمان جونز لعيب صغير في السن جاب دلوقتي برضو أرطر ميلو لعيب صغير في السن عنده ألكنتارا ونبي كيتا لسه مصابين لكن مع وجودهم مع فبيينيو ممكن شوية لقى صلاح لجع يعني هيقدر أنه يرجع تاني حتى شوفنا آخر مباراة مثلا كانت مع نيو كاسل بزرط كان فيه الصعب برضو بصي صلاح نيو كاسل مش من الفرق القوية قوي بصي صلاح يمكن إحنا عشان تعودنا على أنه هدف الدوري الإنجليزي كل سنة وده ده option يعني هو أنه هو يوصل له ده نجاح لكن هو أنه هو وجوده في الدوري الإنجليزي بالأداء ده وثابت على مستوى من 2017 ده نجاح برضو صلاح السنة دي هو أكتر لاع في الدوري الإنجليزي صنع فرص لزملاء والتهديف فده يقولك أنه هو مستوى ما ترجعش ده ده خلينا نقول هل يعني دور محمد صلاح في الفترة القادمة هيبقى صنع أهدف؟ بص صلاح صلاح مش هيقبلها صلاح مش هيقبلها إطلاق لأن صلاح دايما هدفه أوعينه على الجوائز والجوائز بتبقى بالأهداف ما بتبقاش بالصناعة يعني كيف انت بروين عندك السنة اللي فاتت ولا قبلها ما تشوه سرسل المتعلق صلاح كمان نفسه يمكن ما بيأسرش بصناعة الهداف السنة اللي فاتت هو 15 أساسة وأكتر صناعة في الدور الإنجليزي والأكتر تهديفا فإلماني أننا سجل وصنا بزبط إلماني أننا سجل وصنا هو محتاج بس منظومة تقدر تخرجه تاني لقدام المرمى وتفضلهم مساحة صلاح دايما لأي بسرعات محتاج مساحة يوصل بالجون صلاح يمكن المسلم ده هدفين وثلاث أساستات مش وحشين في خمس مبارات يمكن مش ده المعدل بتاع محمد ولكن ممكن في مبارات واحدة زي إفيرتون النارد وكي سجل لك هاتريك فيبقى ساعتها وصل لخمس هدف فالناس مش هتحس ان هو بعيدها مستوى تمام هو قصة ان هالند سبق شوية تسع هدف في خمس مدشاط فده رقم كبير والناس كلها في الوقت في إنجلترا بتتكلم فابتدوا يقارنوا يمكن شوية ابتدوا يقارنوا بالزبط وقالك هل هو سيكسر رقم محمد صلاح التاريخي في 2018 بالوصول إلى 34 هدف الدولة الإنجليزية بدأوها بدر شوية الصحبة الإنجليزية بتحب انها تبقى بدر تسخن الأمور شوية لكن انا شاف ان صلاح ماشي بوطيرها كويسة المباراة نارضا قدام بيرتون ممكن يجي فئة هداف وسهل ان يسجل فئة هداف مع مرور بقى المباريات بتباعا كده صلاح اعتقد حيفانش الموسم برضو بـ 20 و 25 هدف هيكسة فحالند طيب برناردو السلفة شايف ليه انتقالوا لباشلونة في فشل وكمان دغي مش مسك كده احنا كمان شايفين تقلق بالوقت بصي اظن ان هو تمسك بابجوارديولا بإمكانياته بابجوارديولا مدارب من شسر سيتي مش من المداربين اللي بتسيب لعبيتها بسهولة وبرضو برناردو من اللعيبها المؤسرة يمكن المباراة اللي فاتت كمان كان صنع هدف والمباراة اللي قبلها كان صنع بالضبط برشلونة حاول فعلا نضمه برشلونة حل الأسبة المالية عنده وحاول ان هو يضمه بشكل كبير جدا ولكن القصة كلها في تمسك بابجوارديولا بإمكانياته لا انا محتاجها كبرناردو انا محتاجها كتوالي وهو برضو مرتاح في منشستر سيتي فانا موجود في الفريق وبشارك بشكل أساسي وموجود في التشكيل فانا مفيش اللي يمنع ان انا هتمسك او بالانتقال او بالرحيل على عكس بسالي باندو فاسك اللي بين برشلونة من باير كان تمسك لكن برناردو لم يتمسك بما اننا بقى في منشستر هالند اللعب العملاق اللي سجل تسع أجوان فيه خمس مباريات تحديدا شايف المستقبله ايه وهل هيبقى ملافس لكريستيانو ولا بص هالند من العيبة اللي اظن ان هو هتكمل في الكرة لسنواته قدام يمكن خلاص الحجبة بتاعت كريستيانو مثل اللي كلنا يعني عيشنا عليها لمدة 15 سنة انتهت ودي حقيقة انتهت خلاص ويمكن دلوقتي التلاتة اللي في العالم او الكامسة اللي في العالم اللي ما بينهم محمد صلاح يمكن هالند ومبابيه ومحمد صلاح واعتقد كريم منزيمة طبعا بكل اللي هو بيعمله الفترة حالية ويمكن يجي وراءهم بس بمراحل شوية بقى عدة كبير جدا بين اللاعبين في العالم ولكن انا اظن ان هالند هيكمل مسيرة كبيرة جدا وقدامه الفترة طويلة جدا مع مانشستر سيتي مانشستر سيتي من الفرق اللي بتخلق هيكون في الصدر هيكون في الصدر اعتقد مع محمد صلاح لان دولة انجليزية دايما بيبقى برضو بيعتمد على الخبرات شوية هالند من اللاعب اللي كان في دورته ومده بيجي له اصابات انا اتمنى له اكيد طبعا عدم الاصابة ولكن كان من اللاعب اللي بيجي له اصابات اتمنى الاصابات ما تقطروش اتمنى ان هو يحافظ على نفسه لعيب من الرويجي حايل حايل جدا فعلا ولكن اعتقد ان هو هلقى منافسة صعبة جدا في الدورة الانجليزية مع اتنال لعيبة سواء صلاح او هاريكين نجمة توتنها طيب تشالسي تشالسي من الاندية المهمة عمبتن في الدورة الانجليزية لكن اداءه برضو غير مرضي في الفترة دي لكن هو مؤخرا ضم اوباميانج برغم ان اوباميانج برضو اداءه ما كانش احسن حاجة مؤخرا شايف تشالسي في فترة او يعني خلال الدورة دار وانحنا بنتدي الجولة الستة هيقدر يرجع مرة تانية بص تشالسي مع تخل يمكن بطل دورة ابطال اوروبا من سنتين سنة لابنة اللي فاتت بطل دورة ابطال اوروبا كان في مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لكل ان هو يفوز رامانشستر سيتي في المباراة النهائية يمكن من بعدها تشالسي بيحاول انه دايما يبقى موجود في مصاف الكبار لكن مش منافس مباشرة على الدورة الانجليزية واعتقد ان السنة دي مش هيكون منافس مباشرة على الدورة الانجليزية يمكن مشكلة من المشاكل تشالسي في الصيف ده انه دور دايما على التدعيم الدفاعي يعني راح جاب كوليبالي انا متفاهم ان انت جيب كوليبالي لانه لو دريجير راح خلاص ريال مدريد لكن كوليبالي وفوفانا وكوكوريلا لعيبة خط دفاع يمكن جاب اوبا بيانج قبل غلق الكلت باربع خمس ساعات فده يقولك انه هو ما كانش في تقديد اصلا الفترة اللي فاتت تبليج ليه مش 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 عارف افسرها بالزوت بس تخل منشغل شوية بتصريخات منشغل شوية بخناعات في الملعب يمكن تشيلسيكا تستحق افضل من ده او تعاقدات افضل من ده لانه حتى الخط الهجومي سواء كاي هفيرتز او حتى انهم ابعوا تيمو بيردن عندهم هفيرتز ذو الوقت وعندهم عدد برضو من اللعيبة ما تقدرش ناء جابوا ستيرلينج اوف خط الهجوم بس ستيرلينج مش من اللعيبة اللي هي تحطيها تشيلسيك فريق مش صلاح مش هلند مش هاركين فانك تحط ستيرلينج وانت جاب له اوباميانج اعتقد تدعيم كويس لان اوباميانج على الرغم انه هو ست شوري اللي فياته مش الافضل في برشلونة ولكن يظل اوباميانج من هدفين الدول الإنجليزي بيعرف يتعامل مع الدول الإنجليزي بشكل كويس جدا اعتقد ان تشيلسي ممكن فترة جاية نتائجها تتحسن خاصة بعد التدعيم برضو القوي جدا دفاعيا اعتقد انه ممكن تتحسن فترة جاية طيب محمد خلينا نروح لتوتنهام شايف كونتي المدير الفني اتصر في سوق الانتعالات الموسم ده مع توتنهام ولا الفريق مش محتاج اصلا اضافة لي دلوقتي بس اعتقد انه هو مش محتاج لانه جاب في بداية الموسم برزيتش من انتر ميلان وبيلعبه باكشمال جاب كمان ريتشارلسون من ايفيرتون كانت صفقة مفاجأة مهاجب ايفيرتون فهو عنده في الحتة القدام عنده صون وعنده هاريكين وعنده كوليزوبيسكي وعنده كمان ريتشارلسون وعنده فست مالعب لعبه مميزة جدا عنده في الباكات كمان لعبه كتير عنده حارس مرمى كويس للريس وحارس متاخف فرنسا اعتقدت انه ما اصرش فيه فترة الانتقالات وما كانش محتاج سفقات هو بس محتاج كونت انه هو يعدل شوية من طريقة لعبه عشان يدي حرية اكتر سواء لسون او كين لان السنة دي مفيش الحرية الاكبر لسون زي السنة اللي فاتت هيك في لسون في اربع مبارات خمس مبارات في الدولة الانجليزة مسجلش هداف سون السنة اللي فاتت هو هداف الدولة الانجليزة دي مع محمد صلاح فده يقولك انه مش هو تركب من مستوى سون او مستوى صلاح هو القصة فيه تغيير طريقة اللي تغيير ادوارهم في المرأة تغيير اللي تعمل للحيب دور مركب هو مش عارف يشتغلوا لسه فده تبقى ادوار مدربين اعتقد كونت يعني انه هو يحرر سون يحرر هاريكيني يحرر كولوزوماسكي هتلاقي تطرام مختلفة تماما المعابة اللي موجودة دي الوقت هتقدر تنافس الفرق التانية بنتكلم على منشستر بنتكلم على ليفر بول بالضبط لا لا تقدر تطرام دايبا بالعندلة تقدر بس هي محتاجة تحرر شوية هجوميا من كنت لان كنت بيعتمد شواء على خط الدفاع بيعتمد شواء على تقفيل اللعبة بالدفاع من وسط المعاف لا محتاج انه يحرر شوية زي ما ليفر بول كلا زي بقولنا محتاج مرونة تكتيكاشة في الملعب عشان تخالي النجوم اللي عندك عندهم اريحية سواء هنا سون سواء هاريكين في تطرام سواء حتى في تشيلسي ستيرلينج سواء حتى في ليفر بول سواء تقدر تخليهم اريحية عكس الستي سيتم قدي اريحية بشكل كبير جدا لك انت شايف عدد كمان الاهداف الموارات صعب كل موارات اربع هداف ستة اهداف خمسا اهداف العدد كبير جدا ليه فيه حراية جمال كل اللعبة انها تقدر تخلق لنفسها مساحة المتعينة ومساحة للفرصة انها تسجل اهداف لكن التزامة الدفاع والقاضف مش كل حاجة في الدولة الانجليزية صحيح من المشاهد الغريبة ان احنا نشوف كريستيانو برونالدو مش اساسي يعني بيعتمد عليه الموزير الفني بيعتمد عليه خمس دقايق عشر دقايق دين مشاهد الغريبة جدا بالنسبة او مش بتعودين عليها الاول في الاخر هو كريستيانو برونالدو واحد من اهم لعبي كرة القدم في العالم دي حاجة تاني حاجة كمان من يونيتد كان يعني حريص انه كان ليه نصيب كبير برضو في السفقات والانتقالات بص ان تشوف كريستيانو برونالدو لعب مية خمسة وسبعين دي بس في خمس مبارات فده يعني لو كنا نقولها البعض من خمس سنين مش هنصدق فان افضل لعبي التاريخ هو ميسي انه يشارك مية خمس سبعين دي بس في خمسة اعتقد بترجع لأزباب كتير جدا هي مش قصة سوق مستوى برونالدو او ترجعه مستوية هي القصة بترجع ان هو كان طلب الرحيل وكان لا انا مش هبقى موجود فترة جاة لان منشستر الناسل التعرفة مش هتكون موجودة في دورة بتالي اوروبا السنية دي فدور على العرض سواء نابولي سواء سبورت جليش بونا سواء ميلان سواء اتليت كومادريد سواء بيرميني خرطبت اسمه بعدد كيبير جدا من الاندي اعتقد ده خلت انهاج لازم ياخد قرار مدير الفني هو مدير فني جديد هولندي لازم ياخد قرار ضد نكم الفريق عشان زي ما يقول كده إزاي الباقي يشوف ان فيه مدير فني قوي يعني بيقدر يععد كريستانو دورنالدو ومال هيعمل معنا ايه برضو فده اللي حصل بالفعل ان هو يعني الاول بين ان كريستانو خارج قطته تماما عشان هو طلب الرحيل وطلب انه يمشي فكريستانو طبعا لا ما معرفش يمشي كريستانو دايما ملاقي واردن محترفة ما كانش يوصل اللي هو وصله ده اللي هو كان محترف وعرف دورو كويس كريستانو ما اعترضش ومعملش اي حاجة خالص في الكم صبرات اللي فاتت وقت ابقى بينزل بينزل ويلعب اخر مباراة قدام لستر سيتي بنزله في اخر الدقيق نزل وشارك وضيع كريستانو محتاج يجيب فورمتو لو جاب فورمتو اعتقد يكون لعب مهم جدا جدا اليونايتد اليونايتد دلاتي بتبني فريق محتاج يجيب فورمتو محتاج يجيب فورمتو في معدد منشات كبير يشارك بشكل اساسي برضو انت بتكلم في لعبة عن 37 سنة وهو محافظ على قويته العضلية بدلين مش محتاج اي حاجة ولكن هو محتاج ان هو ياخد مباراة كتير عدد كبير دلات الصفقات اللي جات اليونايتد زي ما قلتي لأ هو جاب صفقات كلها كاسميرو فوسط المرعب ان هو يخش فوسط المرعب يكونش مميز انتوني كمان لعب ايكس جابه بصفقة كبيرة جدا و 85 مليون فدركوا بـ 85 مليون درقهم كبير عنده لعيبة زادخية قعد هاري ماجوير كان من قفض يعني مش من افضل الصفقات كان في فترة من بفترات كانوا بيكلمون هاري ماجوير افضل مدافع في انجلترا بقاله سنتين حاجة سيئة جدا 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 عدو العبران فعمل تغييرات كتير جدا مالات سيالباكي الشمال لعيب شاب فهو قدر يغير كتير جدا من تشكيلة منشستر فمحتاج رونالدو ان هو يدخل وسط المجموعة ده عشان يظهر بالشكل اللي احنا كلنا متعودين عليه رونالدو تعني ان يجي بقى محليا الدور المصري ايه اخبار وشايف ابرز الصفقات اللي حصلت فيه هي ايه وامتى هيعلن اسم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي بص الموضوع يمكن شوية في عدة امور بخصوص المدير الفني اللي هيقول لك انا عارف اسم المدير الفني هو مش معندوش معلوم لان الاسم معك كابتن محمود الخطيب ده اول نقطة اسم نتكلم فيه استقر عليه ولا لسم اللي يقول لك برضو ان هو خلص مدير الفني ومضى معاه وثلاث سنين الاهلي اول ما يخلص مع المدير الفني هيتم الاعلنة الاسمية طيب هو الاهلي اداري الملف ازاي الاهلي اداري الملف ان هو الاول بص طب احنا عاوزين نحطه مواصفات للمدير الفني الجديد بعد المدير الفني اللي احنا جبنا ده احنا منجحناش خالص مع ريكاردو سوارش ريكاردو سوارش كمدرب ليس على قيمة النادي الاهلي استعتقد خذ فرصته والله بص هو مش محتاج هو مش محتاج ياخد فرصة اكتر من كده بجد يعني الموضوع صعب جدا وبعد تماما 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 عن دور المصر مشارك انادي الاهلي يعني بعيد تماما عن طموحات حتى نادي الاهلي العيب مستويحش ويقولك انا الحمد لله محافظ على ان انا ميدخلش فيه هدف فده مش نادي الاهلي يعني او مش مدرسة نادي الاهلي وهو الاهلي على فكرة لو كان عارف كواسا وان اللاعب الراجل ده تظلم كان خلاه كمل لان الاهلي ما بيدرش يعني عن طريق رأج مهير طب محسن صالح وزكريا نصر. نحن نريد مدارب مواصفات في أفريقيا. عنده بطلات وخبرات. مدارب اسم كبير. يقدر يشيل الجماهير ويشيل الشيلة بصراحة. لسه جاري البحث. زي ما أنت قلت. عندهم يقول أننا عارف ده. لا. بيكتعي. الحقيقة ممكن شوية راحة لألماني. الفكرة راحة لمدارب ألماني شوية. هل نبعد عن البرتغال؟ تاريخ النادي الأهلي بيقول أنه هناك كمية عظيمة ما بين النادي الأهلي والبرتغاليين. بالضبط. لكن كلسوا شوية. إذا كنت أردت فيها. أخر مدار فن برتغالي جبتوا. هذا دليل أنه لا يوجد مداربين كبار في برتغالي. كان أخر مروي فيتويا. وهذا تعاقد مع منتخب مصر. فشلت أنك تجيبه. فدلوقت القصة كلها راحة لحيثة ألماني. فكروا في كيروش. لكن الموضوع بعيد جدا. وأن الرجل ليس مرحب شوية. بتدريب الأندية عن المنتخبات. فهو شايف أنه سنه كبير. ففي المنتخبات أفضل. فكروا فيه وحيد خلال الزيتش. ده مدارب بوسني. كان مدارب المغرب. أهل منتخبات لكاس العالم. مثل المغرب والجزيرة وكوديفور. مدارب عنده السيفي قوي جدا في أفريقيا. ولكن برضو شايفين فيه عيب. صدامي مع النجوم الفريق. فكروا فيه ماركو روزا. كان مدارب بروسدورته من الألماني. لكن لا. سعره عالي جدا. يوصل لخمسة أو ستة مليون يورو. وبجانب هذا أنه ليس حابب يدره في المنطقة العربية. وهي في أفريقيا. فهنا القصة كلها تغضع ليس فلوس. نقطقنا المدارب الفني الجديد ده بمشروع. لكن هو التوجه. داخل المجلس الدرافي ده اللي نقدر نقوله. كاجتهاد وصلنا له كمعلومة. المدرسة إيه؟ أكيد المدارس برطغال. لو فيه مدارب برطغالي الأهل سيرحب جدا. ولكن الأهل حاطت ألماني. وحاطت بعديه برطغالي. وحاطت برضو الحتة بتاعة الأرجنتين. وحاطت تماما بعد القصة الأوروبية تماما. هو شايف أن التلات مداربين دولت هم اللي قدروا ينجحوا في الكرة المصرية. يعني على أي حال احنا في انتظار تسمية مدير الفني جديد للنادي الأهل. نشكرك طبعا جزيلا. شكرا لناقد أرياضي محمد جمال. شكرا لك طبعا لكل هذه الإضاءات. شكرا لك.